شهدت أرض معرض طرابلس الدولي الاثنين انطلاق فعاليات معرض ليبيا الدولي الثالث للثمار وزيت الزيتون بمشاركة نحو تسعين عارضاً من المزارعين وأصحاب المعاصر والجمعيات والشركات المختصة بأشجار الزيتون والصناعات المصاحبة كنافذة على المستقبل لمحاولة تطبيق معايير الجودة الدولية من أجل خروج الإنتاج المحلي إلى السوق العالمية شجرة الزيتون التي تحظى بمكانة مرموقة في التراث الثقافي الليبي في مختلف الحقب التاريخية القديمة والحديثة وبقيت تلاقي اهتماماً واسعة فاستغلها الليبيون أحسن الاستغلال وأكلوا ثمارها وتوارثها الأجيال حيث يشكل الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون قدراً يتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف طن سنوية نصفها يصنع محلية والباقي يستورد من الخارج وحدث تطور كبير في أشجار الزيتون في ليبيا حيث ارتفع عددها من نحو 800 ألف شجرة في عام 1932 إلى حدود ثلاثة ملايين ونصف المليون شجرة في عام 1971 ووصل عدد أشجار الزيتون إلى ذروته في عام 2007 عندما سجل نحو 12 مليون شجرة وفق تقديرات مصلحة الإحصاء والتعداد الليبية وقبل خمسة عقود كانت ليبيا بين أهم الدول في العالم إنتاجاً لزيت الزيتون حيث كان يقوم معظم اقتصادها على صناعته والتجارة فيه لكن مع دخول ليبيا عالم النفط بفضل ثرواتها النفطية الهائلة والتي جعلتها في موقع متقدم بين منتجي العالم تخلت الدولة عن الزراعة لا سيما الزيتون الذي ارتبطت به تاريخياً لعقود طويلة كما ألغى النظام السابق الدعم عن زيت الزيتون مطلع التسعينيات واستبدله بدعم الزيت النباتي الذي تستهلك منه البلاد نحو 130 ألف طن سنوية